السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا للجميع رمضانكم مبارك كريم تقبل الله منا ومنكم صيامه وقيامه أحببت في هذه العطلة أن نستغلها في أن نراجع جميع الدروس التي مضت منذ الدورة الأولى إلى حد الدروس التي توقفتم عندها قبل هذه العطلة لكن هذه المراجعة سوف تكون تحت الاشتغال على نموذج أول يعني أنه سوف تكون نموذج أخرى على نموذج أول لامتحان وطني فيما يخص هذه المادة مادة الفيزياء والكيميا بالنسبة لهذا النموذج فعنا لشيمي هي لفيزيك ثم لشيمي على عشر نقطة ونص ثم لفيزيك على تسعتاش نقطة ونص يعني أن الإقزام ككل سيكون على ثلاثين ثم لشيمي تكون منذ بعد فما أوده منكم حول الله أرض عليكم تخصصوا الوقت الذي تكون فيه مرتاح وتكون فيه لوحدك وتخصص ثلاث ساعات متتالية في هذه ثلاث ساعات حول أنك تأخذ الإقزام الذي سوف تجدوه في صندوق الوصف أو هذا النموذج ثم حول أنك تشتغل تشتغل عليه وبداية لا تراجع أي شيء حاول أنك تخدم الإقزام ثم شوف هل سوف تجدك تتذكر مجموعة من الأشياء التي كنت قد درستها بل ربما كنت ضابطاً لها في الدورة الأولى أم أنك لم تتذكر منها أي شيء أو أنك سوف تتذكر بعض العلاقات وعلاقات أخرى لا تتذكرها ثم ركز على ما هو الجزء الذي نسيته كثيراً وشن سيسي بزا فلاشيمي ولا لزوند ولا الفيزيك نوكليا ولا لإكتريسيتي ثم ما هو الجزء الذي لازل تتجد فيه مشكل كبير في فهمه وفي تحليله وفي الإجابة عن أسئلته وفي تذكر علاقاتي إلى غير ذلك في هذه الثلاث ساعات حاول أنك تبدأ بأي إكزارسيس بغيت سوى بلاشيمي سوى بلزون سوى بلنوكليا سوى بلا ميكانيك سوى بلإلكتريسيتي ثم هذه الثلاث ساعات حاول أن تكون ساعة أمامك لكي تضبط وقتك إذن ثلاث ساعات لا تتجاوزها وشوف في ثلاثة سوى تالي شحل قدك أنك تخدم في ثلاثة ديال في ثلاثة ديال السوى وش قدرت أنك تخدم الإكزامة قدرت أنك تدوز عليه كامل من مع الإجابة على الأسئلة التي عرفتها وعلمت الأسئلة التي لم تعرفها أم أنك أم أنت بقيت بلا شمو حصف لشمو وشيك في ساعة إلى غري ذلك لا أو أن مثلا لم يكنيك لقيت فيها مشكل إلى غري ذلك إذن سوف ترى ما هي البرتين التي تتخدم لك بزاف التي تتخدم لك بزاف ديال وقت مع العلم أن هذه الثلاثة ساعة كافية لكي تخدم لك زمان دعاء أزاد لأنني لا أطلب منك أنك تأخذ ورقة مزدوجة ثم تنظم الإجابات وإلى غري ذلك لا أو أن تؤطر النتيجة وتكتب ألوان مغايرة لا وإنما أضفتها فقط الأوراق الوسخ لغشاش ثم تبدأ تخدم والأشياء التي وجدت فيها صعوبة كثيرة وكبيرة والجزء الذي لازلت تشكو منه سواء من نسيانه أو في فهمه حول أنكم في التعليقات تشيرون إلى الأشياء التي فعلا وجدتم فيها مشكل كبير أو لم أو الأشياء التي فعلا أنكم قد نسيتموها وأنها كأنكم لم لم تدرسوها من ذي من ذي قبل وإن شاء الله عز وجل إن أتيح لي وقت فسوف أخصص في القريب العاجل يعني ثلاث ساعات في لايف يعني على على يوتيوب لكي نصحح هذا هذا الامتحان وكذلك أنا اخترت لايف لماذا لأن حتى أجيب عن أسئلتكم الفورية والآنية فلذلك هدل إكزامة إن شاء الله سيطلقوها في صندوق الوصف فأتمنى لكم التوفيق ورمضانكم مرة أخرى رمضانكم وبركة كريم وتقبل الله مننا ومنكم صيامه وقيامه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته